السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم إن شاء الله بحول الله أريد أن أقدم لكم طريقة رائعة جدا يحتكرها العديد من الأشخاص وهي كيفية تغيير صيغة المقالات باللغة العربية إلى صيغة أخرى يعني أنت تجد موضوع في أي موقع ولا تريد أن تقوم بنسخه ولسقه في المدوانة الخاصة بك ولكن أنت تريد أن تقوم بتغيير صيغة هذه المقالة وتعمل عليه قليلا طبعا هناك العديد من المواقع تقدم تغيير صيغة باللغة الأجنبية ولكن اللغة العربية لن تجد أي موقع إلا هذه الطريقة التي أنت دائما تمر منها ولكن لا تتخيل أن هذه الطريقة التي سوف أريكم سوف تساعدكم في تغيير صيغة المقالة لاحظ معي جيدا نحن في جوجل المترجم كلكم تعرفون هذه المنصة خاصة بجوجل المترجم يعني أكتب فيها أي شيء السلام عليكم بهذه الطريقة وسوف تتحول بالفرنسيا إلى بونجو تمام أين هو السير في هذا المكان؟ تمام السير في هذا المكان هو أنني سوف أقوم بأخذ مقالة مثلا أخذ مثلا هذه المقالة لاحظوها جيدا تمام هذه المقالة تتحدث عن صور السيارات هذا أي كمثال فقط طيب فأنا قمت بوضعها الصور الصور السيارات التي تكون بجودة عالية لا يمكن أن تجدها إلا في الموقع التي تقدم الصور بجودة عالية وأنا في موقع عالم السيارات العربية سوف أقدم لكم موقع رائع جدا إلى آخر تمام هنا تحولت إلى اللغة الفرنسية جيد تحولت إلى اللغة الفرنسية الأمر طبيعي جدا أنا سوف أقوم بنسخ هذه الكلمات أو الترجمة لهذه المقالة طيب سوف أقوم بأخذها بهذا الشكل طيب الآن سوف أسترجعها إلى اللغة الفرنسية وأقوم بوضعها في هذا المكان تمام الآن يعني قام بترجمتها الثاني مرة إلى اللغة العربية جيد الآن سوف نقوم بمقارنة بين الأصلية وبين التي قمنا بتغيير صيغتها سوف أقوم بأخذ الشكل هذا طيب هنا مكتوب صورة السيارة التي تكون بجودة عالية لا يمكن أن تجدها إلا في الموقع التي تقدم الصور بجودة عالية هنا سوف تجد صور صيارة صور صيارة عالية لجودة ستجدها فقط على الموقع التي تقدم الصور عالية لجودة وأنا في موقع عالم الصيارات العربية سوف أقدم لكم موقع رائع أنا في العالم العربي للسيارات شوف تغيره سأقدم لكم موقع جميل جدا سيساعدكم على تحميل ملايين صور مجانية لتحتوي على جودة وأيضا هذا الموقع الذي سنشارككم هنا النقطة أيضا هذا الموقع الذي سوف نشارك معكم في موقعنا هنا تغيرت الصيغة للمقالة تمام؟ تغير صيغة للمقالة يكون بهذا الشكل بارك الله فيكم أنت طبعا بعدما تقوم بتغيير الصيغة للمقالة يمكنك إضافة بعض الكلمات أو تغيير بعض الكلمات بكل بساطة وهذا الأمر هذا أرى العادي من الأشخاص أخبرني عدم إخباره ولكن أنا أرى أنه لا مشكلة لأنه ليس شيء يجب علينا إخفاؤه بين الآخرين ولكن الأمر بسيط هذا ما أعتقد أنا حاليا وأثمن التوفيق وهذه الطريقة ويمكنك إعادة صيغة تاني مرة لا مشكلة لتغيير الأمر بصفة كاملة بأي لغة سواء العربية سواء الإنجليزية سواء 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 إلى آخرين فنتمنى التوفيق طبعا لا تنسى الاشتراك والإعجاب إذا كان يعجبك مثل هذه المواضع وأيضا لا تنسى متابعتي في الإنستجرام سوف أضع لكنا طبعا في صندوق الوصف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته